موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاكم الطالب وعقائنا عبيري من جامعة زرقاء كلية العلوم نكمل في مادة الجبر نأخذ بعض الأمثلة الانفيرتال ناخر سئس موسيقى ثم موسيقى أولا نذكر أن A ب A inverse يعطينا identity وأيضا A inverse A أيضا identity كيف نجد موسيقى المصفوفة مربعة حيث A 22 أولا نحسب A نقل العنصران نبدل الإشارات نحسب موسيقى الديترمينات يهو 1 ضرب 1 ناقص 2 ضرب 5 يقوم 10 السؤال الأول أسيوم ذات A is inversible بحيث أن A تربية ناقص ثلاثة A ناقص ثلاثة A يساوي زيرو المطلوب find A inverse في نمط هذه الأسئلة نتبع الخطوات الآتية لإيجاد الحل نجعل الآي في طرف والباقي في طرف ننقل هذا ناقص ثلاثة A للطرف الآخر يسبح ثلاثة A يساوي A تربية ناقص ثلاثة A الخطوة الثانية نقسم على معامل الآت الخطوة الثالثة نخرج A عامل مشترك خرجنا من هنا A خرجنا من هنا A يبقى I-T هذه A في مصفوفة أخرى أعطتني I-T إذن هذه المصفوفة ماذا تمثل ما هي إلا A أمبرس إذن A في مصفوفة ما تعتيني I-T إذن هذه المصفوفة هي A أمبرس في مصفوفة ماذا تمثل ما هي إلا أمبرس نفس خطوات الحل ثلاثة A يساوي ناقص A نقسم على ثلاثة نخرج A عامل مشترك إذن هذا المقدار هو A-Inverse إذن A-Inverse هي عبارة عن ثالب ثلث في A تربية السؤال الآخر عند أر ناقص A inverse يساوي ثالث A ثالث A تربية والمطلوب شو بيّم ذات A-B يساوي زير لدينا هذه المعادلة لو ضربت طرفي هذه المعادلة بـ Identity ناقص A يصبح الشكل الآتي المصفوفة مع الـ Inverse لها يؤتيني Identity ناقص A ناقص A دعونا نفق الأقواس Identity ضرب Identity يقعتيني Identity سائد A سائد A تربية دخلت الـ Identity ثم ناقص A ناقص A تربية ناقص A تقليل نلغي الأشياء المتشابهة يصبح لدي Identity يساوي Identity ناقص A تقليل ناقص A تقليل ناقص A تقليل يصبح A تقليل يساوي 0 سؤال A تساوي 0 1 0 0 0 1 5 0 0 المطلوب 0 0 ونحن A تربية عبارة عن A ذرب A 50 0 0 0 0 0 00 تساوي 0 00 تساوي 0 00 5 00 والجواب هو نضرب الصف الأول مع العمود الثاني 0 الصف الأول مع العمود الثاني 5 الصف الأول مع العمود الثاني 0 ننتقل إلى الصف الثاني مع العمود الأول 0 الصف الثاني 0 الصف الثاني مع 5 ننتقل صف الثالث مع العمود الأول 1 صف الثالث مع العمود الثاني صفر صف العمود صفر ايه تكعيب؟ هي ايه تربيق؟ طرب ايه؟ يدوه تساوي 001 500 005 مضروبة 010 001 500 أغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر إذن A تكعيد هذا الشكل المطلوب احسب A inverse أيضا A تكعيد هي نفسة 500 0500 05 نخرج الخمسة عام المشترك يصبح 100 00000001 إذن A تكعيد تساوي 5 بالإدنتي اخرج A عام المشترك تساوي 5 بالإدنتي قسم على 5 أو هنا لو قسمنا إدنتي هي عبارة عن 1 على 5 A تكعيد تصبح بهذا الشكل إذن إدنتي تساوي 1 اخرج A عام المشترك بـ 1 على 5 A تربيع إذن هذا المقدار هو A inverse سؤال آخر لتكون لدينا المصفوفة A 2 1 7 4 والمصفوفة B هي 2 0 ناقص 1 3 المطلوب الأول احسب A inverse و B inverse أول خطوح نحسب A inverse 1 على 2 2 4 8 ناقص 7 نبدد القطر الرئيسي 4 2 و نحكس الإشارة وتساوي 1 على 1 للمصفوفة نفسه B inverse هي 1 على 2 ضرب 3 6 ناقص 0 نبدل ونحكس الإشارة ومنهم هذا ناتج 6 إذن 3 على 6 نصف 1 على 6 0 1 على 3 السؤال الثاني ما هو A B الكل inverse من خواص الانبرس B inverse A inverse ونجري عملية الضرب نصف 6 0 3 ضرب 4 ناقص 1 ناقص 7 2 ونجد الناتج سؤال سؤال 3 ما هو الثلاثة A الكل inverse هو 1 على 3 بـ بـ A A inverse ويساوي ثلث بالمصفوفة A inverse اللي هي 4 سالب 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 سور 2 4 ما هي A زائد B inverse يوزع الانبرس على الأول زائد الانبرس للثاني ويساوي 4 سالب 1 سالب 7 أثنان زائد نصف سدس زير ثلث ويساوي 4 زائد نصف 9 على 2 ناقص 1 زائد سدس ناقص 5 على 6 ناقص 7 زائد صفح ناقص 7 2 زائد ثلث هي 7 على 3 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته